كشفت تهيئة البث الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو قرر عدم التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة خوفا من مذكرة اعتقال سابقة أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه وأوضحت القناة الإسرائيلية أن مكتب نتنياهو درس خيارات مختلفة لتوقف في أوروبا منها عقد اجتماع سياسي في جمهورية تشيك أو المجر الدول التي تعتبر صديقة لإسرائيل مشيرة إلى أن نتنياهو فضل في النهاية تجلب التوقف تماما في أوروبا والقيام برحلة مباشرة إلى الولايات المتحدة وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد قدم في نهاية مايو الماضي طلبات إلى المحكمة لاستصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وإبادة ضد الإنسانية ترجمة نانسي قنقر